أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس سنتعرف على كيفية تشغيل برنامج بلغة مختلفة على لغات النظام هذه العملية يمكن أن نضطر لها في حال كانت بعض البرامج لا تدعم اللغة التي نشتغل عليها كلغة أساسيا لنظام ويمكن أن نقوم بها باختيارنا في حال أردنا فقط لسبب أو لآخر أن نشغل البرنامج معين بلغة معين في حالة الآن أستخدم النظام بها اللغة العربية وأحتاج لتشغيل مثلا برنامج بلغة أخرى كاللغة الإنجليزية الألمانية أو الفرنسية فيمكن للقيام بذلك دون أن أضطر لتغيير لغة النظام كمية ورغم أن البرنامج نفسه ليس فيه إعداد لتغيير اللغة سنأخذ مثال لذلك مثال لبرامج مثلا نحتاج أو نضطر لتغيير اللغة الخاصة بها مثلا برنامج أوداسيتي كما ترحيل بالنسبة للغة العربية فهو لا يظهر النفذة كما يجب لذلك فهو غير قابل يستخدم باللغة العربية مثلا آخر الترافية فيها مشاكل بالنسبة للغة العربية لا تدعم اللغة العربية بشكل ممتاز رغم أن هناك حلول وهناك ترافية تدعم اللغة العربية لكن من أراد يمكن أن يغير لغة الترافية للغة أخرى دون أن يغير لغة النظامة نحن سنأخذ مثالين لحلين هناك حل مؤقت وحل دائم حل مؤقت هو أنك تفتح برنامج مثلا سأخذ فيه النسبة للحل مؤقت برنامج جيدة فيأخذ البرنامج اللغة الافتراضية للنظام اللغة العربية لكن في بعض الأحيان ربما أريد أن أفتحه باللغة الإنجليزية فيمكن أن أقوم بتنفيذ أحد الأوامر عن طريقة الترافية وعند طريقة نافذة التنفيذ التي تظهر عن طريقة باطلة الزف 2 وهنا أدخل أمر تغيير بيئة البرنامج اختصالي environment متبوعة باللغة أريد أن أغير اللغة وبعدها اللغة تساوي lang تساوي اللغة English وترميز اللغة سأختار الترميز التالي وبعد ذلك اسم البرنامج جيدة من لا يعرف ترميز اللغات فيمكن أنها طريقة الترافية إدخال الامر local minus a فتظهر هنا الترميزات المدعومة على نظامي بطبيعة حال في حال أرد أن أفتح البرنامج بلغة معينة يجب أن تكون تلك اللغة مثبثة على الجهازك التثبيت يكون على حسب بيئة المكتب ستجده في مركز التحكم بإعداداتها إعدادات اللغة language أو regional إذن الآن يجب أن يفتح برنامج جيدة باللغة الإنجليزية فتماما فعلا فتح باللغة الإنجليزية لكن لو أعدت فتحه فسيفتح باللغة الافتراضية التي هي اللغة العربية يمكنني أن أفتحه مرة أخرى باللغة مثلا الألمانية وحظو الآن فتح باللغة الألمانية إذن هذا حل أو طريقة يمكنني أن أستخدمها لفتح برنامج بلغة معينة كلما أردت أن أغير تلك اللغة في حال لم تظهر لك نافذة التنفيذ فيمكنك القيام بنفس الشيء عن طريقة الترافية تدخل نفس الأمر بالنسبة لمن يريد أن يشاقل برنامج دائما بلغة معينة كمثلا في نسبة Audacity أو Terminal الترافية بما أنهم لا يدعمون اللغة العربية بشكل جيد فأنا أستخدم الترافية باللغة الإنجليزية دائما حين أقوم بفتحها تستخدم باللغة العربية هنا كما تلاحظون دائما تفتح باللغة الإنجليزية فالطريقة التي يمكن القيام بها بذلك هي إما عن طريق الترافية أو عن طريق متصفح الملفات نفتح متصفح الملفات بصلاحية الروت طريقة ذات على Alt F2 أو من داخل الترافية تدخل الأمر GKSU أو Switch User متبوع باسم متصفح الملفات هذا إن كنت على XFTE أو على GNOME في حال كنت على KDE فستستخدم أمر KDE SU متبوع بدولفين الذي هو متصفح الملفات الافتراضي لKDE فيفتح لنا متصفح الملفات بصلاحية الروت سيظهر الرابط لدرس شرحت فيه ما هو الروت وكيفية استخدامه لمزيد من التفاصيل في الحال واجهت كمشكلة في هذه النقطة والآن سننتقل لمجلد به اختصارات البرامج المثبتة على جهازنا سنتقل إلى نظام الملفات User Share Applications وهنا نجد ملفات تعريف البرامج المثبتة على جهازي ويمكن أن نشبيها باختصارات البرامج فالآن نبحث عن الطرفية الطرفية كانت هنا في الأسفل فعلا هنا ونقوم بالضغط يمين ودخل إلى خصائص مطلق وستلاحظون أني أضافت فقط أمر تغيير بيئة البرنامج Env Langue تساوي متبوعة باللغة التي أريد أن نفتح بها الطرفية دائما وهكذا تفتح الطرفية دائما بهذه اللغة أرد أن أطبق نفس الشيء على برنامج Allacity مثلا سأقوم فقط بنسخ لكي لا أعيد كتابة كان هذا فقط خطأ سأقوم فقط بنسخ هذا الجزء النسخ هذا الجزء ونقوم بالضغط ونبحث عن Audacity سيكون هنا في الآلة خصائص مطلق وأقوم فقط بأول البرنامج بضافة ذلك الأمر الآن لو قمت بفتح برنامج Audacity فافتراضيا يجب أن يفتح بألوة الإنجليزية هنا نرى تماما فتح بألوة الإنجليزية وقابل للإستخدام الآن تظهر الضرار البرنامج هذا من خلال متصفح الملفات يمكنك القيام أيضا بالنفس العملية عن طريق الترفية في حال وجهتك مشكلة أو في حال أنك تريد فقط استخدم الترفية طريقة القيام ذلك وأنك تستخدم الأمر التالي إذن نفس الأمر الذي أدخلنا في نافذة التنفيذ GKSU لفتح البرنامج بصلاحية الروت بواجهة رسومية والآن نفتح متصفح الملفات جيدة في حال كنت استخدم متصفح متصفح أو محرر النصوص جيدة وهنا ندخل المسهار المسهار الذي تخلنا له واسم الملف يكون دائما يمكن فقط أن تكتب الحرف الأولى وتضغط على طاب فيقوم الشل أو الترفية تقوم بالإكمال تلقائي مباشرة لإسم الملف فتلع أنتر طلب كلمة السر وهنا سنفتح مجلد أو ملف تعريف البرنامج ونبحث عن exec هذا هو الأمر الذي ينفذ هو الأمر الذي رأيناه قبل قليل في لسان مطلق لانشيرز فكما تلاحظون تم تلقائيا إضافة هذا الأمر في حال أردت أن تقوم بالعمل عن طرفية كما فتحته الآن فيجب أن تقوم بإضافة هذا الأمر أمام أمر تثبي أو تنفيذ البرنامج تقوم بالحفظ وانتهى الأمر كي تعرف أسماء البرامج في كي تعرف أسماء البرامج أو هذه الملفات لأن هنا لا تظهر بأسمائها الحقيقية فيمكنك أن تستخدم الأمر مطبوع بالمسار User Share Applications هنا سيعطيك أسماء الملفات الموجودة هنا ف Audacity كان هو Audacity Desktop فتبحث عن البرنامج الذي تريد أن تغير إعداداته إعدادة اللغة الخاصة به وتقوم بإضافته لألآن إذن كانت هذه هي طريقة تشغيل برنامج بلغة مختلفة لغات النظام نلتقي في الزرس القادم إن شاء الله إلى اللقاء